من جد الترحيب حضراتكم وتابعين مع حضراتكم طبعا آخر تطورات حادث خروج قطار عن القطبان بالقليوبية منذ قليل أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة المنصورة موجها وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ايضا فريق من نيابة العامة انتقل الان لمعينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية أمام مول العابد وجار انتخاذ اجراءات للتحقيق ايضا توجه المهندس كامل الوزير وزير النقل لموقع حادث انقلاب قطار توخ رقم 949 حيث خرجت وانقلبت اربع عربات منه اثناء سرعته وتوقفت حركة القطارات الخاصة بالوجه البحري الخارجة والدخلة الى محطة مصر بسبب الحادث خليني اقول لحضراتكم انه اعلنت محافظة القليوبية في بيان عاجل لها انه اصيب 103 اشخاص اثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان ودفعت هيئة الاسعاف بالقليوبية ب20 سيارة اسعاف لنقل مصاب حادث انقلاب قطار حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديدة توخ في محافظة القليوبية خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان أيضا اكد مصدر بمرفق اسعاف الشرقية لليوم السابع ان هيئة الاسعاف بالشرقية دفعت ب20 سيارة اسعاف لنقل مصاب حادث انقلاب قطار حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديدة توخ في محافظة القليوبية خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان زي ما بنتابع مع حضراتكم ربما يعني سوف تكون لدينا عدد من الصور بعد قليل من الحادث واول لقطات من مكان الحادث ايضا هنتابع مع حضراتكم سبعا ونقل لكم هذه الصورة ايضا كان لدينا بيانها من وزارة الصحة بشأن الحادث اعلنت وزارة الصحة والسكان خليني اقول لحضراتكم من هذه الصور اولى الصور التي جاءت لي اليوم السابع وهي الصور الاولى لهذا الحادث الذي وقع منذ قليل طبعا ولم يعني حتى الان لم يصفر عن يعني وفيات ولكن يعني بيان الصحة وكل معلومات نتوفيد انه اصيب 103 اشخاص اثر خروج قطار رقم 949 القاهرة منصورة عن القطبان تحديدا في هذا القطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية امام مول العابد وجاري اتخاذ اجراءات التحقيقة طبعا هنتبع مع حضراتكم اول باول كل الصور التي تصل الينا طبعا بهذا الشأن وبتأكيد سوف نوفيكم ما اذا كان هناك حالات وفيات ولكن حتى الان لا توجد اي وفيات كل ما يعني ما يتم ذكره على لسان دكتور خالد مجاهد طبعا بتحدث باسم وزارة الصحة يقول ان الدكتور هالا زايد وزير الصحة والسكان توجهت منذ قليل الى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية طبعا للمصابين في المستشفيات طبعا بعيد على حضراتكم من تاني المضامين لنا يعني منذ قليل اجرأ الدكتور مصفى مدبولي رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بوزير النقل ومحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار القاهرة المنصورة جهان وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ايضا فريق من النيابة العامة انتقل الان لمعينة حادث قطار بقرية سندنهور بمركز بنها محافظة القليوبية امام مؤمول العابد وجار انتخاذ اجراءات التحقيق خلينا اقول لفضراتكم ايضا انه اعلنت محافظة القليوبية في بيان عاجل لها انه اصيب 103 اشخاص اثر خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان ودفعت هيئة الاسعاف بالقليوبية بعشرين سيارة اسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب قطار حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديدة طوق في محافظة القليوبية خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان ايضا اكد مصدر بمرفق اسعاف الشرقية لليوم السابع ان هيئة الاسعاف بالشرقية دفعت بعشرين سيارة اسعاف لدعم اسعاف بنها في نقل مصابي حادث انقلاب قطار حيث شهدت المنطقة قبل محطة سكة حديدة طوق في محافظة القليوبية خروج قطار 949 القاهرة المنصورة عن القطبان زي ما ذكرنا لحضرتكم يعني خليني اقول لحضرتكم افضل يعني اعلنت وزارة الصحة والسكان عن اصابة 97 مواطن في حادث قطار القاهرة المنصورة بمدينة طوق ومحافظة القليوبية اوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة انه فور وقوع الحادث تم ادفع ب58 سيارة اسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفيات القريبة منها مستشفى بنها التعليمي وقليوب التخصصي وبنها الجامعي اضاف ايضا دكتور خالد ان جميع المصابين الان يطلقون العلاج زي ما قلنا لحضرتكم ورعاية طبية اللازمة في المستشفيات اللي ذكرناها ويأكد انه تم رفع حالة الاستعدادات القصوى طبعا في هذه المستشفيات وجميع المستشفيات القريبة طبعا اضاف يعني كمان قال ان الدكتورة هالة زايد وزيد الصحة والسكان توجهت منذ قليل لمكان الحادث طبعا الى محافظة القليوبية لمتابعة حالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار طوخ بالمستشفيات طبعا يعني خلوني اقول حضراتكم معلومة القطار تحرك من القاهرة الساعة 21 دقيقة مساء وكان من المفترض ان يصل المنصورة الساعة 5 مساء ولكن لولا هذا الحادث طبعا يعني بكل اسف يعني نتمنى طبعا السلامة للجميع وما يكونش فيه اي وفيات ونتمنى طبعا السلامة والشفاء العاجل لكل المصابين وبالتأكيد هنتابع مع حضراتكم كل جديد خاص بهذه الحادثة المفجعة بالتأكيد سنوفيكم بكل تفاصيل لحظة بلحظة فاشكركم على طيب المتابعة وانتظرونا في متابعات اخرى على مدار اليوم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة